مرحباً أخوتي سلام ربي صحب و أولوك و نجلقاً والأبن و روح القدس إلهن واحد أمين أحب أخبركم عن أعجوبة صارت بحياة القديسة الأخت ماري الفونسين وهي أعجوبة اشتهرت جداً عن فتاة تتعلم عندهم بالدار بيوم الأيام تجم أخرى فرجل تحتها لم تتأخر على الدرس تشوف رفقاتها عبوا ماء لأنه بقلب الدار في بير هناك يعبوا ماء من هذا البير يحفظ ماء الشتة و يصير يعبوا منه تحتها يشربوا أو يسقوا و يغسلوا بقلب الدار فتحتها تعمل نشاط وتورجي أنه الرحبات أنه أنا صحية أخرت بس بقدر عود عن هذا التأخير تركض هذه البنت اللي كان بيقوله عمره بين 12 و 14 سنة تركض اللي عند رفقاته تحط غراضه على جنب و تركض تتعبي معه من البير تتفركش و تقع بقلب البير وعادة ومن المعروف أنه اللي بيقع بقلب البير إذا ملح حقوه بسرعة بيروح الأكسجين أو بيغرق لأنه معروف أنه اللي بيقع بقلب البير معناتها شبه ميت إلا إذا لحقوه بشكل سريع جداً بس توقع بصيره البنات يصرخوا و يحقوها طول بالك أو شي بيركدوا لعند الرحبات الخورة ما بيكون موجود تحتى يقدر يساعد ما في حدا في هونيكي أحد الأخوات بتصير كمان الدق الجرس تبع الدائر تحتى يركدوا الناس من الضيعة كان بالضيع مشهور أنه برس اندق الجرس الكل بيجوا بيشوفوا وخصوصاً وخصوصاً أنه فيه دقة معين للخطر كان بدقوا الجرس بيركدوا الناس من الضيعة كلياتها أحدهم بيجيب حبلة مقولوا البنت وقعد بس الأمر هيدا استغرق دمن النص ساعة وكانت البنت عبت تقاوم وبعدها عبت تطلع فوق الماء وترجع تنزل تطلع وترجع تنزل على قد ما فيها عبت تقاوم تحتى تنهار قويها بديها تموت بها الوقت هيدا بفوتوا البنات بخبروا الأخة ألفونسين أنه هكي ساير مع رفقتنا تطلع على بره بمسبحتها الوردية عبد صلي يا أمنا مريم يا أمنا مريم دخيلك والمسبحة بإيدا فقط يشوفها باية للبنت حاملة المسبحة وتصليها وبنته يعتبر انه ماتت يتطلع فيها بكل حقد وإجرام ويضربها ويلبطها دربة قوية مع لابتة قوية على وجه فتوقع على سخرة هناك تعفل الأرض كلها حجرية وتنجرح بخسرتها جرح كثير كبير وتنجرح بصير الدم يطلع يبين دم عبت تنزف يعني وبإلا تنحرق انت والمسبحة والوردية تبعيتك وهذا شيء مذكور بمزاكرات القديسة والرهبان بيحكوه كل سنة اللي ما يحكو عن الاخت القديسة ماري ألفونسين بيحكو انه قال له انه قال له تنحرقوا انت والمسبحة تبعيتكم والساعة اللي شفناكم بهتضايعة جيتونا نحس البنت ماتت فهي رغم كل هذه الجرحة تضع اضع خسرتها توجع وتمسك المسبحة الوردية وتضعها فوق البير وتصلي السلام عليك يا مريم مأمنا مريم وتكبل المسبحة الوردية بقلب البير رح لكم على السريع شغلة في ناس بيقولوا انه لا ما كبتها مسكت المسبحة ونزلت البير وتصلي والبنت تتعلقت بالمسبحة وطلعت من البير بطريقة عجائبية الناس ورهبان كنت عم يسمعون بنا بيقولوا انه هي كبت مسبحتها بالبير وحتى تراسب الأرض وتصلي فكل الناس وهي شافوا انه البير صار منور كله صار فيه نور أبيض صار ضوء بقلب البير بهايدي اللحظة بيقولوا الناس من نص ساعة عبايته للبنت وزادتين حبلة تكمش بالحبل تكمش بالحبل ما بقع بتقدر عندها قوة تكمش بالحبل يعني ماتت لأنه مرأش ساعة بيكون فهون بهاللحظة هايدي لما تكب هي مسبحتها وينور قلب البير شاب من الشباب بيقول له تكمش بالحبل تكمش بالحبل بتطلقت البنت بالحبل وبتطلع بس توصل على باب قلب البير بيتطلع وبيلاقوا المسبحة عرقبتها لابسة المسبحة المسبحة منورة بنور كتير 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 مضيق جدا وهي بالإيد الثاني بتمسك بالمسبحة على قلبها بتمسك بالصليب وبتطلع بس تطلع بتقول لهم هايدي البنت على فكرة بس تطلع بتركض ضغري بتشكر الاخت الفنسين امنا مريم العدرة والله وبتركض على الكنيسة وبتركع قدام الاربان وبتصلي وبتقول بشكرك يا امنا مريم على النصر اللي على التانية والعجوبة بشكرك يا ربنا يسوع بس بتضل ساعة تصلي وتبكي يا رب يا امنا مريم العدرة ما تخليني أصاب بالغرور انه هايدي البنت طلعت هالقد فرحنا يكون فرح بس ما يكون غرور يكون فرح بوجودكن الحقيقة معنا الناس برا عب تحتفل شو بتخبر هالبنت بتقول هالبنت انه انا ما كان بدي اطلع من البير بس وصلت لعندي المسبحة قد ما كانت مضواية وشفت امنا مريم العدرة بالبير وكان البير حوالي مثل جنة ما كان بقى بد اطلع المحل كتير صار حلو المحل كتير صار متل كأنه واحد قاعد بمحل كتير حلو ما بقى بير وما طلقتها انا بالمسبحة بتقل امنا مريم العدرة البس المسبحة بتحميكة بتحطها على رقبتها وساعتها بتضلوها هيدا بتشوف الحبلة وبتسمع صوت الشبع بقى لك مشي بالبير وقمنا مريم العدرة بقى لك مشي بالحبلة وقمنا مريم العدرة بتقول لك مشي بالحبلة تكمش الحبل بايدة مع العلم الصغير بدا تكمش الحبل بني حتى يقدروا يسحبوها مجرد ما بتقول هي انا كنت حاطة ايدي على الحبل بس ومسكة بالايد التاني المسبحة ولحالي حسيت حالي طلعت ادرأ الهية سحبتها مع الحبلة لفوق ناس باندهاش طبعا بيق البنت بيرجع بيعتذر منه كتير وبيستسمح الاخر الفنسين وبيستسمح ربنا وامنا مريم العدرة وبتنتشر انتشار رائع وجميل بالمنطقة كلها المسبحة الوردية بفوتوا على الكنيسة وهي البنت بتكمل وبتصير راهبة معهم من تلميذة عادية الى راهبة مستقبلية الى راهبة عم بتخبر الكل شو صار معها البير بعده موجود هونيك الهلة المسبحة اللي صارت فيها العجوبة معلقينا فوق البير وطبعا بركة الاديسة الفنسين بعدها موجودة كمان هونيك بدايرة بدي ابعت هيك بركة امنا مريم العدرة للكم جميعا وبس حتى تشوفوا قداش قوة مسبحة امنا مريم العدرة قداش قوة الوردية امين